اشتركوا في القناة ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا سنعود اليكم بعض لحظات اذا اهلا بكم مرة اخرى اذا اعلنت الجامعة المغربية لكورة القدم عن تعيين المديري الوطني للتحكيم واللجنة المركزية للتحكيم الحكم رضوان جيد هو الحكم الذي سيقود نهائك اسعرش والذي سيشمع بين الجيش ملكي والرهجة الريادية وسيساعد رضوان جيد مهامي كل من عبد الصمد عبرتونو امين دحان في حين اعطت مهمة حكم الرابع ليوسف الراوي ويقول تقنية فيديو المساعدة الظار الحكم حمز الفارق بمساعدة الحكمين ياسين ضاميري وسليمان العاطي في الان نترككم مع القعب حيث تمكن فارق الرجال الريادي بالفوز بلقب كأس العرش المغريبي تماني مرات في حين فارق الجيش الملكي يحطم الارقام القياسية ويحتل الصف الاول من حيث عدد الفوز بالالقاب فارق الجيش الملكي ويحتل المركز الاول باثنى عشراء لقبا اليكم الان نتائج الكاملة فارق الجيش الملكي في الصدراء باثنى عشراء لقبا سبا يتبع فارق الويداد الريادي البيضاوي بتسعة القاب ثم فارق الرجال الريادي البيضاوي بتماني القاب وفي المركز الرابع هناك فارق الكوكب المركشية الذي يلعب في الدرجة الثانية بستة القاب بالنسبة لموعد وتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة فارق الرجال الريادي ذي الجيش الملكي في نهايك أصل عرش لنصفة 2022-2023 حيث تلعب المباراة مثل يوم 2 الواحد من يوليوز 2024 وتنطلق المباراة على الساعة الخامسة بتوقيت المغرب ساديسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت سعودي إن شاء الله ملعب الذي يحتضين النهائي ملعب أضرار بمدينة أقادير منتظر إن شاء الله نقل النهائي بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي على قناة الرياضية المغربية